أهلاً بكم مشاهدين كرام مستمرون في قراءة قانون الانتخاب ورصد رأي الناس في الجزئيات سنشرح اليوم القائمة العامة وكيف تكون ونشرح أيضاً القائمة المحلية وشروط التنافس في القائمتين ونعرف تفاصيل العتبة الانتخابية ما هي العتبة؟ لماذا أوجدناها؟ والفلسفة السياسية من ذلك فرص الأحزاب، فرص القوائم المحلية وانعكاز ذلك من الأحزاب وعليها للحديث موسعاً حول تفاصيل ما سنعرض تباعاً أرحب بضيفي الدكتور عيسى الطراوني مدير المعهد الانتخابي الأردني حياك الله دكتور سلام القائمة المحلية كيف نعرفها؟ نتابع أنا بحكي لك شو الدوائر الانتخابية المحلية معلم القانون الجديد بس كتير بسيط قسموا المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية عدد المقاعد اللي رح يتنافس عليها النواب 97 مقعد وطبعاً من خلال قوائم وليس فردي يعني من الآخر ما في حد رح يترشح لحاله وحط براسك أن كل دائرة لازم يكون فيها مقعد للمرأة من خلال الكوتا يعني مضمون 18 مقعد للمرأة وكمان المسيحيين والشركس والشيشان خصص القانون إلهم مقاعد كوتا في بعض الدوائر المحلية والمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان بيقدروا ينافسوا خارج الكوتا عن طريق التنافس الحر دكتور عيسى أهلاً بك مرة أخرى أهلاً وسهلاً اليوم كيف نعرف القائمة المحلية؟ أهلاً وسهلاً مجدداً بكم وليقناتكم على هذا الجهد المبذول القائمة المحلية هي قوائم تتشكل وموجب قانون الانتخاب تسمى بالقائمة النسبية المفتوحة هذه القائمة انتهينا قبل أيام من عملية الترشح وترشحة العديد من القوائم المحلية ما يهمنا بالمرحلة القادمة أن يكون لدينا تصور كيف نصوت لهذه القائمة كقائمة محلية القائمة المحلية هي قائمة نسبية مفتوحة بإمكان المواطن عند التوجه لسناديق الاقتراع أن يصوت للقائمة ولمن يرغب من المرشحين داخل هذه القائمة وبالتالي هي قائمة رح يكون فيها اسم القائمة ورح يكون فيها أسماء وصور المرشحين داخل هذه القائمة التفضيل للقائمة النسبية المفتوحة الوزن دائماً يعطى للقائمة وليس للأفراد داخل هذه القائمة والدخول للأفراد بإعطاء الوزن هو لغايات التفضيل من يفوز من هؤلاء المرشحين ضمن هذه القائمة لذلك سميت بقائمة نسبية مفتوحة نشاهد أسماء وصور المرشحين داخلها ومن يفوز ضمن هذه القائمة هم الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن تلك القائمة لو وضحنا دكتور شروط التنافس في القائمة المحلية اليوم كيف ممكن نوضحها أكثر الآن نحن نهينا عملية الترشحة ترشحة قوائم كان في شروط كما تعلم أخي الحد الأدنى للقائمة المحلية هو اثنان والحد الأعلى بعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة على سبيل المثال لو كان هناك دائرة محلية وترشح فيها خمس قوائم على سبيل المثال هذه الخمس قوائم سيصل المواطنين لصنادق الاقتراع وسيقوموا بالتصويت لمن يرغبوا من تلك القوائم ويعطوا تفضيلاتهم للمرشحين داخل تلك القوائم المحلية التنافس ما بين تلك القوائم سيعتمد على مفهوم جديد حد العتب سنتحدث عنه كما اتفقت معك بعد قليل عنه بنوع من التفصيل إذا حصلت قائمة معينة على ثلاث مقاعد الفائزون بكل بساطة هم الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن هذه القائمة لو تحدثنا عن أعداد المرشحين اليوم نحن لو ننظر للأعداد التي ترشحت للانتخابات هل باعتقادك هذا سينعكس إيجابا وفق رصد كل الموضوع هناك قاعدة عامة دائما في كل الإدارات الانتخابية كلما زاد عدد المرشحين أو كلما زاد عدد القوائم المترشحة يعني أن هناك تنافس وبالتالي هناك حشد للناخبين للتصويت لتلك القوائم وخصوصا أنه بلشنا بالدعاية الانتخابية من صباح هذا اليوم وبالتالي نعتقد أنه زيادة عدد القوائم زيادة عدد المرشحين رح ينعكس إيجابا على ارتفاع نسب التصويت والوصول لسناديق الاقتراع يعني ممكن نحكي عن دعاية الانتخابية اليوم أنه في القرار اللي صدر كان المفروض أنها تكون الجمعة صحيح يعني نحن نتكلم بالمدة الزمنية القانونية أنه لمجلس المفوضين مدة قانونية من اليوم التالي لاستلام طلب الترشح سبعة أيام لابد أنه يتم البت بطلب الترشح ولكن الهيئة بسلاسة الإجراءات الموجودة عندها بالكوادر اللي تمت بتوجيهات مجلس المفوضين تم الانتهاء من هذه المرحلة قبل الحد الأقصى من المدة الزمنية المخصصة للإعلان عن هذه القوائم وبالتالي سبقنا المدة الزمنية بأيام وبالتالي أعلننا منتصف الساعة الثانية عشر ليلا عن هذه القوائم وبالتالي حق القوائم المترشحة بعد الإعلان عن هذه القرارات أن تمارس الدعاية الانتخابية هل هذا الشيء رح يكون يخدم المترشحين من سواء كانوا منحليين أو الدائرة العامة القاعدة العامة تقول كلما كانت المدة المتاحة للدعاية الانتخابية أطول كلما كانت هي فرصة أكثر للوصول للناخبين لتشجيحهم على التصويت لقائمة بمفهوم الدعاية الانتخابية تمام من القائمة المحلية ننتقل للقائمة العامة نتابع تعال أحكي لك شو الدائرة الانتخابية العامة طبعا أنت رح تسأل ليش دائرة مش مثلث مش مربع مش مهم المهم أن الدائرة الانتخابية العامة معناها أنه كل المملكة عبارة عن دائرة انتخابية وحدة بتصوت من أي محافظة سواء عمان اربد معاني اللي بدكيها بس شو ميزت الدائرة العامة هاي معقول أريح اطلالتها أحلى منجد غير لا يا سيدي هاي الدائرة عدد مقاعدها واحد واربعين مقعد والمرشحين اللي بيتنافسوا على هاي المقعد لازم يترشحوا من خلال قوائم حزبية أو ائتلافات حزبية يعني ما في مرشح بينزل لحاله ومن الواحد واربعين مقعد في للمسيحيين مقعدين وللشركس والشيشان مقعد واحد ومن منطق النقائمة إلا ما يكون فيها تنوع يعني لازم المرشحين الست الأوائل يتضمنوا نساء وشباب عشان تزيد فرصتهم بالنجاح دكتور من القائمة المحلية انتقلنا إلى القائمة العامة اليوم كيف برضو بنشرح هاي القائمة القائمة العامة حددها المشرع لأنها قائمة عامة على مستوى الوطن هي قائمة حزبية حدد المشرع عدد من المقاعد لهذه القائمة بواحد واربعين مقعدا ستترجم تحت القبة الترشح كان على أساس حزبي لتلك القوائم شفنا نتائج عملية الترشح ولدينا الآن 25 قائمة حزبية ستكون على ورقة الاقتراع سيشاهدها المواطن القائمة العامة الحزبية فكرة هي قائمة مغلقة بمعنى أن المواطن سيتوجه لصناديق الاقتراع سيعطى ورقة الاقتراع ستضم 25 قائمة عامة حزبية يطلب منه التصويت لقائمة واحدة فقط سميناها مغلقة بحقيقة أو بالواقع أنه لن يكون هناك أسماء للمرشحين على ورقة الاقتراع للدائرة العامة فكل اللي نحن بنشوفها ورقة الاقتراع هو أسماء وشعارات القوائم الحزبية اللي اترشحت وتم الإعلان عنها كقوائم أولية ليلة البارح من يفوز بالقائمة العامة الحزبية نعود لتفضيلات الأحزاب وهي جزء من ممارستها الديمقراطية بتحديد ترتيبها وأولوياتها بالمرشحين داخل هذه القائمة فإذا ما قلنا أخي أن قائمة حزبية حصلت بالمحصلة أو النتيجة على أربع مقاعد من هم الفائزون أكيد رح يكونوا ضمن أول أربعة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة نفتح طلب الترشح ونشوف التراتبي اللي أوردها أن الحزب ويعلنوا كفائزين على القائمة العامة الحزبية يعني هو شخص من كل حزب مرشح حسب الأولويات أو الأرقام الأولى الحزب بتقديم طلب ترشحه بأيام الترشح الثلاث أورد إلنا تفضيلاته بترتيب مرشحين إذا تقدم بواحد واربعين فهو أعطانا تفضيل من رقم واحد إلى واحد واربعين عند احتساب النتائج إذا كانت حصة هذه القائمة الحزبية حسبناها وطلع مثلا عن سبيل المثال إلى خمس مقاعد معناته رقم واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة بدنا ننوه أنه في قضية القائمة العامة أو القائمة الحزبية أورد المشرع بعض الشروط بالقائمة العامة وهي تعزيز مشاركة المرأة والشباب وأورد أنه ضمن أول ثلاث لازم نشوف امرأة وتاني ثلاث لازم نشوف امرأة وأول خمسة لازم نشوف شاب ضمن القائمة العامة الحزبية هل بتعتمد على آلية التصويت فيها هاي مثلا حصلت السيدة على عدد كبير من الأصوات مثلا بيختلف بالحزبية أو لا نعود لمفهوم المغلق المغلق نحن لا نجري تصويتا لأفراد داخل القائمة العامة الحزبية نحن نصوت لقائمة حزبية وبالتالي ورقة الاختراع كما تحدث هي لن تضم أسماء مرشحين كل ما نعلنه أنه هذا الحزب حصل على عدد من الأصوات ترجمناها نسبة من يفوز نفتح طلب الترشح الذي تقدم بـ 30 شهر أو 31 شهر من الشهر الحالي نشوف التراتبية الموجودة رقم واحد أو اثنين فما في تفضيلات للمرشحين بعدد أصوات نحن لا نصوت للمرشحين ضمن القائمة العامة الحزبية نصوت للقائمة الحزبية فقط وهو على عكس القائمة المحلية طيب لو حكينا عن القوائم المترشحة وأهميتها وإنعكاسها على التنافسية كيف ممكن نوضح هذا الموضوع؟ التنافسية تبدأ بالتالي أولا يمكن الدعوة الحقيقية اللي دائما لازم نوجهها للمواطن أنه لازم يكون في حافز داخلي لكل مواطن أن يتوجه لصناديق الاقتراع للتصويت للقائمة التي يرى أنها تتوافق مع توجهاته مع الاحتياجاته مع برامجه اللي هو بنادي فيها وكذلك التصويت للقائمة العامة الحزبية بحسب برامجها فالدافع الداخلي أو الوازع الداخلي هو أولى بعملية التوجه لصناديق الاقتراع نأتي لعملية التعزيز هذه المشاركة وأبدأ من القوائم ذاتها الآن القوائم سواء القوائم الحزبية أو القوائم المحلية لديها دور بتحفيز مشاركة الناس وخصوصا أننا الآن سمحنا بالدعاية الانتخابية اعتبارا من هذا اليوم بكل دول العالم عندما نتكلم بالحملات الانتخابية دائما بصنف جمهور الناخبين إلى ثلاث مناطق A, B, C دائما بسموها منطقة الداعمون اللي بكونوا موجودين مع هذه القائمة وهذه الأوردي يعني بكونوا محفزين لعملية التوجه المنطقة C بسموها منطقة الخصم وبالتالي في فئة من القوائم تتوجه لهذه الفئة وبتكون محفزة بتظل المنطقة B اللي بسموهم الناس اللي ما حددوا توجهاتهم بشكل واضح من أي قائمة هنا تلعب الدعاية الانتخابية دور كبير بتحفيزهم على عملية المشاركة لو حكينا عن الأحزاب اليوم هل هي مدركة فعليا مفهوم التنافس على القوائم؟ بكل تأكيد أنه نحن أمام قانون جديد والوعي فيه مهم والكل يدرك حاليا بأن الوزن يعطى للقائمة وليس الأفراد داخل هذه القائمة عم السوى القوائم المحلية وكذلك حتى بالمفهوم القائمة العام المغلقة الوزن هو للقائمة والمقعد يعود للحزب هذا الإدراك حقيقة يجب أن يترجم على أرض الواقع ما حاجتنا بالمرحلة المقبلة بالحشد الكبير من عدد الأصوات وخصوصا إذا ما تحدثنا بعد قليل عن مفهوم حد العتبة طيب المساحة متاحة يعني بشكل أكبر وأشمل للأحزاب اليوم؟ الدعاية الانتخابية مصانبة بموجب القانون مسموحة للجميع أكيد إلها ضوابط وتشريعات قانونية ولكن الجميع قادر على المنافسة بموجب ضوابط القانونية يمكن إحنا سبقنا بإعلان القوائم حتى يأخذوا مساحة أكبر من ممارسة الدعاية الانتخابية والتنافس من تعريف القوائم ننتقل للسؤال الأهم لحصاد هذه القوائم وهو العتبة نتابع تعال أحكي لك قصة العتبة أي باب إلو عتبة؟ يعني ما بتمر من الباب إلا إذا جاوزت العتبة ونفس الموضوع بالانتخابات عشان تتجاوز العتبة لازم تجيب عدد من الأصوات قديش يعني؟ حسبتها بسيطة وما بدها أينشتاين الدائرة الانتخابية العامة عتبتها 2.5% من عدد المقترعين يعني لو عنا مليون ناخب نحسب نسبة 2.5% من المليون بطلع معك 25 ألف صوت على أي قائمة حزبية بتتجاوز هذا الرقم بتدخل على المنافسة طيب وبالنسبة للدوائر المحلية هل في عتبة؟ نعم فيه وحسبتها بنفس الطريقة اللي قبلها بس بفرق إنه نسبتها 7% من عدد المقترعين يعني لو عدد المقترعين الكلي لدائرة معينة كان 100 ألف صوت بتكون العتبة لهاي الدائرة 7000 صوت تمام؟ آه تمام الدائرة العامة عتبتها 2.5% والدوائر المحلية عتبتها 7% طيب هل العتبة فوائد أخرى؟ غير إنها بتحدد مين بيتأهل وبيكمل السباق الانتخابي ومين لا نعم 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 وفائدتها المباشرة إنها بتدعم العمل الجماعي للقوائم الحزبية وبالتالي بتدعم العمل الجماعي في المجلس بدل ما كل واحد يشتغل لحاله دكتور نتحدث الآن عن العتبة بجوز يعني وصلكوا استفسارات كثير عن الموضوع العتبي لأنه مصطرح جديد دخل علينا كأردنيين في عملية الانتخابات اليوم كيف ممكن نوضح العتبة الانتخابية بشكل أكبر من ما هي عليه؟ هل تعتقد أنه المواطن قادر يستوعبها؟ زي ما قلنا سمعنا قبل شوي فعليا ما بدهاش إنشتاين بالشكل الكمير بقدر منعزز المفهوم بمفهوم العتبة مفهوم العتبة أدخل جديد على قانون الانتخاب ما كنا نشوفه بقوانين الانتخابات السابقة الفكرة والمقصد التشريعي منه أنه فعليا نحن نوجد قوائم متماسكة تبقى متماسكة حتى عند الوصول تحت القبة حد العتبة بيمثل دائما حد أدنى من المجموع أصوات مقترعين لازم نحصل عليه إذا ما حصلنا على هذا الرقم ما رح نقدر النافس كقائمة أو نبدأ نفكر بالتنافس على أي مقاعد من المقاعد المخصصة للدائرة سواء كانت محلية أو عامة هذا الحد الأدنى من مجموع الأصوات المقترعين اللي احنا بنسميه نقدة البداية أو الانطلاق بالدخول بالتنافس له رقم معين وحدد ومشرع تحدث عن 7% من المقترعين وهنا لا بدنا ننوه أخي العزيز أنه حد العتبة نتعامل مع المقترعين وليس الناخبين وهنا مفهوم خاطئ يمكن من الناس بتتداوله أنه إحنا على مين بنحسب إذا بنأخذ هيك فكرة بسيطة دائرة محلية زي ما شفنا بالفيديو اللي قبل شوي الناخبين فيها 200 ألف واللي توجهوا للصناديق الاقتراع 100 ألف معناته أنا أتعامل بحد العتبة مع المائة ألف وهم المقترعون المشرع حد عتبة 7% بدون إنشتاين 7% بالمائة ألف نتكلم عن 7 ألف وبالتالي هذا الرقم أي قائمة لن تتصل أو تبلغ هذا الرقم هي خارج دائرة المنافسة في حال عدم وصولها؟ عدم وصولها هي الآن بخارج المنافسة طبعا هناك تكملة بالنص القانوني أنه إحنا دائما بدنا نضمن يتجاوز حد العتبة بالدوائر اللي إليها ثلاث مقاعد تنافسية أو أربعة أو أكثر بدنا نضمن وصول ثلاث قوائم حتى نبدأ بالتوزيع إذا ما وصلنا لهذا الحد الأدنى من القوائم نحن مضطرين بموجب القانون النزول بحد العتبة بمقدار 1% للدوائر المحلية تمام للتسهيل على المواطنين يعني إحنا راح نستعرض بعض الصور الحالية يمكن أن نشوفها مع بعض صحي يمكن على الشاشة الموجودة أخي العزيز هنا بينا نوعين من حدات العتبة في حد عتبة للدائرة العامة اللي هي 2.5% من مجموع المقترعين والمقترعين هنا على مستوى المملكة للدائرة العامة في حين حد العتبة للدائرة المحلية هي 7% من مجموع أصوات المقترعين للدائرة المحلية فكل دائرة محلية لها عدد مقترعين راح يكونوا بالتالي 7% من المقترعين إذا شفنا السلايد اللي بعده مباشرة راح ينعرض تمام راح نشوف مثال بسيط بتكلم عن حد العتبة نأخذ في مثال أنه كان في عنا دائرة انتخابية دائرة محلية الناخبون فيها 100 ألف إذا توجه لصناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم 70 ألف معنات 70 ألف هذول ما نسموهم بالمقترعين لوضعوا راقم الاقتراع داخل الصندوق حد العتبة 7% من السبعين ألف نشوف أنه بساوي الرقم 4900 معناته هذا الرقم بدنا نتوقف عنده أي قائمة لن تبلغ هذا الرقم هي خارج دائرة المنافسة وكل القوائم التي تبلغ هذا الرقم أو تتخطى هي دخلت بدائرة المنافسة على المقاعد هنا السؤال معلش لو أغلب القوائم ما وصلت لحد العتبة التي مطلوبة فيه احتساب بشكل آخر لها؟ صحيح دائما في مكني قانونية حددها المشرع أنه إذا ما بلغنا عدد القوائم المطلوب اللي لازم تتجاوز حد العتبة ننزل بحد العتبة من مقدار 1% للدوائر المحلية طبعا الدائرة العامة لها حسب مختلفة بحد عتبة مختلفة هذا مثال بسيط عن عدد قوائم مترشحة من دائرة محلية وأعتقد أنها هي عشر قوائم كانت بس يمكن بغض النظر المثال الموجود أمامنا قائمة إياه حصلت 3500 مثلا القائمة إياه حصلتها 8300 وهكذا إذا الآن بدنا نحاكي هذه الأرقام على حد العتبة السابق اللي احنا شبناه 7% من السبعين ألف طالعا معنا 4900 رح نشوف مشكل هذه القوائم رح تكون قادر على المنافسة بالتنافس إذا بنشوفهم على الخط اللي احنا حطينا خط الأساس بحد العتبة اللي هو 4900 بنشوف أن القائمة W3900 هذه خرجت خارج دائرة المنافسة القائمة إياه حصلت 4000 صوت خرجت بينما القائمة اللي جابت 9500 أو 7100 كل الأرقام اللي نشوفها بالأعلى هي قائمة تجاوزات وبالتالي هي التي تكون مرشحة للتنافس على المقاعد طيب السؤال اليوم ما هي الفلسفة يعني اللي احنا أوجدناها في العتبة دائما ما كنا نسمع بصوت المواطن أنه حتى أصبح مصطلحة لا أعتقد أنه سويا أن نقوله بشكل عام بيقوله مفهوم حشوة أو مفهوم الأبعاف وأنه دائما في رأس قائمة أساسي والبقية هما تكملت عدد بذلك الموضوع الآن بمفهوم حد العتبة الأقوى يبحث عن الأقوى لأنه هناك رقم يجب بلوغ المقصد الأساسي أيضا أنه غالبا ما كنا نشاهد قوائم عند عملية الترشح عند دخول قبة البرلمان يصبح وكل فرد بمعزل عن الآخر فالفكرة إيجاد قوائم متماسكة تحت القبة القوي يبحث عن قوي ضمن قائمة لبلوغ حد العتبة لو حصرنا الأهمية في هذا الموضوع وين نحصرها؟ أهمية أن نوجد قوائم متماسكة تحت القبة وهذا اللي بدنا بموضوع العتبة تحدثنا عن أعلى البواقي كان في حديث عن أعلى البواقي كيف ممكن نوضحه ونفسرها؟ دائما بعملية الاحتساب نسمع ما يسمى بالباقي الأعلى نحن فعليا هناك طريقة لعملية احتساب النتائج قد لا يسان الوقت لشرحه بنوع من التفصيل ولكن إذا قائمة حصلت نسبة واحد وستة بالعشر على سبيل المثال وقائمة أخرى واحد وثلاثة بالعشر إذا كان عندي ثلاث مقاعد لهذه الدائرة الأجزاء الصحيحة واحد بواحد لكل قائمة هي حصلنا مقعدين المقعد الثالث راح نروح للباقي ستة بالعشر أم ثلاثة بالعشر الأعلى راح يكون ستة بالعشر وبالتالي بنقول للقائمة الأولى هي راح تأخذ المقعد الثاني لمفهوم الباقي الأعلى طب لو وضحنا الفرص اللي راح تكون متاحة لحصل قوائم أعلى يعني نوضحها بشكل أكبر شوي القائمة التي تصل لعدد مقترعين أكثر يصوت لها هي الأكثر فرصا بالحصول على مقاعد فالنظام التمثيل النسبي بمفاهم البسيط المتجذر أنه دائما كل قائمة تحصل على عدد من المقاعد يوازي النسبة التي تحصل عليها من المقترعين طبعا بعد إسقاط مفهوم حد العتبة نعم كل الشكر لك دكتور عيسى الطرون مدير المعهد الانتخاب الأردني كنت معنا وشرحت مفهوم الدائرة بشقيها والعتبة في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر